وجه الإعلامي الصعودي البارز والمقرب من دوائر الحكم في المملكة محمد الشيخ هجوما غير مسبوق على قطر على خلفية دعمها للإخوان في ليبيا وقوات الوفاق التي تشن حاليا هجوما معاكسا على قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وقال محمد الشيخ في مجموعة من التغريدات التي لقت رواجنا وتدولا كبيرا بين المغردين الصعوديين وفي أول تغريدة قال يبدو أن دولة إخوانية بدأت تتشكل في ليبيا وسوف تكون بؤرة لتصدير الإرهاب إلى المنطقة والعالم ولا أفهم لماذا ترامب أعطى أرض جندا الأخضر لبنائها وأضف في تغريدة أخرى قطر تمويل احتلال العثمانيين لليبيا بدون مصلحة ولا مرضود سياسي فالأطراك لديهم طموحات توسعية وقطر في نهاية المطاف لا تعدو أن تكون إلا بيدقا صغيرا في لعبة شطرانج ضخمة وسيكتشف القطريون يوما أنهم دخلوا حروبا لا عائدة لها عليهم إلا الخسارة المالية وأضاف سكوت جمعة الدول العربية على احتلال الأطراك لليبيا يؤثير الريبة فلماذا هذا الصمت وكأن ليبيا ليست دولة عربية محتلة من قبل طرف أجنبية وأضاف مهاجما قطر الاحتلال التركي لليبيا تقوم به دولة قطر الصغيرة وهي بذلك مثل من يسجع ويمول الأجانب لاحتلال بلاد العرب خيانة مكتملة الأركان وتولى تعليقات الصعودين والعرب على تغريدة محمد آل الشيخة ونستعرض لكم بعضا مما جاء فيها وقال المغرد القطريون لا يعرفون ماذا يريدون بالضبط دخلوا سوريا ودعموا الجيش الحر وفجأة دعموا إيران التي تحارب الجيش الحر وفي ليبيا دعموا الثوار ضد المجرم القدافي ثم بعد ذلك تسببوا في حرب أهلية وفي اليمن حربوا مع التحالف ثم انقلبوا عليه وخرجوا منه ودعموا الحوثية فيما قال آخر قطر مسيرة وليست مخيرة قطر أصغر من أن يكون له هدف استراتيجي من التحالف مع تركيا ودعم جماعة الإخوان مديا وعالميا ومحاولة تنصيبها لحكم البلاد العربية قطرâu تنفذ ما يملى عليها ولا تملك إلى الاستجابة فقط يأتي هذا بعد أن أعلنت المملكة العربية الصعودية على لسان منذبها الدائم لذى الأمم المتحدة أنه يمكن إضافة شروط جديدة على قطر من قبل دول المقاطعة الأربع وأكد السفير عبدالله بن يحيى المعلم منذب السعودية الدائم لذى الأمم المتحدة أن بلادهم فتح على الحوارة مشيرا لأنه يمكن إضافة شروط جديدة على قطر من قبل دول المقاطعة واضح الملمي في تصريحات مع قناة ايرتي الروسية ان اي تغير على الارض قد يفضل ايجاد شروط جديدة واضف السفير حول اضافة شرط تخلي الدوحة عن وجود عسكري تركي على اراضيها قال نعم الموضوع حسب الحاجة لذلك فان ترى شيء جديد فهذا سيتطلب وضع شروط جديدة وتبع السفيرة تقلص الى حظ كبير حجم التدخلات القطرية في شان الداخلي للدول الشقيقة وتراجع الدور التخريبي للدوحة فيها مكينة مختلفة في العالم رغم انه لم ينتهي تماما اضافة الى عودة قطر الى شبه حجمها الطبيعي واكد ان بلا دهم فتح على الحوار المباشر وغير المباشر عبر الوساطة الكويتية ونأمل ان يثمر عن نتائج ايجابية معتبرا ان الامر يعود للقيادة القطرية التي ترفض المطالب المشروعة للدول الاربع